السلام عليكم كديري انتمنى كلكم تكونوا بخير على خير وتنشكركم بزف زف 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 على الف ابوني بفضلكم باش وصلت ليها ومرحبه بالناس الجداد عندي في القناة وحتى القدم مرحبه بكم دارداركم وانتمنى ان شاء الله تزيدوا تشجعوني وعلاش اللي انوصلوها للقناة هادي توصل ان شاء الله يا ربي ولوصلها ترى غا توصل في فضلكم وانتمنى ان شاء الله الفيديو دليوم اعيني الاعجاب ديالكم واليوما غاد ندير لكم الفواكيه بالقشور ديال دله وغنبدو على باركات الله موهم انتوما كما تلاحظو انحتاجو غير القشور ديال دله انتوما بدون انتبال القشور ديال دله راح اخذيتو حيت لي ديك الحموري اللي احنا تناكلو بطبيعة الحارة تناكلو دله ديك الحموري اللي تتبقى ضرورة تحيدوها بالموس وتحيدو ديك القشرة الخضراء اللي تتكون تايا ملتحت وغيبقى لكم غيادلو بهذا البيض هكا هو اللي غدي يبقى تاخدو الكيميال اللي انتوما بغيتوها تقطعوها على هات الشكل هذا سواء بالمقص سواء تقطعوها بالموس والقرادة انا تنفضل انني استعملنا مقص ساهل في التقطاع وتقدروا تحكموا في المكعابات كما انتوما بغيتو بغيتوهم صغار بغيتوهم كبار غير اللي يعجبكم وتتوفو تيجي على هات الشكل هذا وتتاخدوه وتتغسلوهم زيان وتعودوا تغسلوه وتنصفيه وتنصفيه وتنجيب واحد الكوكوت كما تتلاحظوا تندير فيها شوية دياللماء وتنلوح فيها دوك القشور ديالدلع او لا الفواكيل بعسلة نسميهم فواكيل بعسلة وصافي كما تتلاحظوا كما تتلاحظوا على هات الشكل هذا سوفو غادي نلوحه ونسد عليه الكوكوت بالنسبة اللي عندها كوكوت تديرها صفارة وغادي نلوحيها تقريبا ما بين خمستاش تالي عشرين دقيقة هتحسبي لها من اللي تبدأت صفر من اللي تبدأت صفر هتحسبي لها خمستاش تالي عشرين دقيقة ومن بعد ما طبت انتم ومن بعد ما دست عشرين دقيقة جبتها كبيت عليها واحد ليمونة عصير ديال ليمونة او لا عصير ديال حامضة تندير جوج ديال مع القديس السكر الساني وغادي ندير واحد الفاني سوفو نخلطهم مزيان وغادي نردها طيب مزيان تتتنشف لي يعفون ما غاديش نسد الكوكوت ولكن غيرها نردها فوق النار تكون مهيلة وغادي نحرك فيها حتى تتبليها نشفت تماما هاا مزيان من لما ما تبقاش فيه مقاعل ما نهائيا وغادي نتلاقو باش نزيدوها واحد المعلقة او لا جوج ديال المعلق ديال الجليكوز باب ooh تقدرو تلتلتها معالق بالنسبة اللي البغاتوا ي تلتتلتها ديال المعلقة وغادي Audio حتى تيدوب حيك انا كنت دايرة في التلاجة كان شوية شد راسو صافي وانتما من بعد ما طابوا الفواكيه دينا تيجيوا عليه الشكل هذا وغنحتاجوا نكهات هكا ديال الفريز ديال الحامد ديال الفستق اي نكهة بغيتو ولا ملوينة غبرة ولكن تنفضل نكهات من الاحسن باش تجي فيهم ديال نكهة ديال الحامد الفريز الفستق يعني كين بزاف ديال نكهات كين بظافات الخير الفاني ، انتو ما خلصنها تختارو نكهة اللي انتو مبغيتوها صافي كين ما تتلاحظو غد نجيب واحد الانع على الشكل وغدنا نقسم الخالي ديالي على ثلاثة انتو ما تقدرو تقسموه على القياس اللي انتو ما بغيتو تقدرو تديروه كامل وغي بمولوا نكهة واحدة تديروها مهم انا كم تتلاحظو غنقسم على ثلاثة خدي تغي شوية وغد نزيد عليه شوية ديال النكهة ديال الحامد تبا هو واحد شوية واحد راس معي يلقى او لا حسب الكونتي تي مو يمتومة انكها على حسب الكونتي تي اللي عندكم ديال القشور ديال الدلح سوف نخلطهم مزيان انا بدنا نخلط مزيان حتى ينسجموا لي العناصير الحامض يدخل ليه مزيان في دوك الفواكه وتن ريحة انتم تتحركوا وتتشموا واحد الريحة ديال الحامض اللي ريحة رائعة صراحة وتيجوا التفل ماذا قديرهم زوينين حسن من هذو اللي تتبعوا في الزنقة والله العظمي اللي حسن منهم غيجربوهم ما غديش تندمو انا من تقنع انكم غريش تندمو عليهم وتتستعملوهم في بزاف ديال الحوائج بالنسبة لي انا تنسي تعملهم في الفقاس داب ان شاء الله ندين لكم فقاس بهم تيجيوا رائعين صراحة وتن ناخد تاني ديكالكونتيتي اللي بقات عندي تبقسمها كما تتلاحظوا على الجوج وغادي نزيد هاد الكيميات غنزيد لها انا ما عنديش انكها ديال الفرز ولكن غنزيد لها ملوين احمر ومن بعد ان شاء الله غنزيدها اكيد انكها ديال الفرز وصابي كما قلت لكم تستعملوهم في السابلي تتزوقو بهم الحلوة ديال السابلي تديروهم في الكيك بحال تلوحوهم باش يعطوكم دوك الالوان في الكيك ديالكم يعني مهم تقدرو تستعملوهم في بزاف 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 ديال الحويج وانا الصراحة ما تخرجونيش من تنديرو في الفريقو وما تخرجوش من عندي تنديرو واحد الكيمية في السوبيرا وتنديرو في الفريقو فيما نبغيهم تنجبدو تستعملهم صافي كما تتلاحظوها هو تهدى نسجمو لي العناصر وغادي ناخد الكنتتي اللي بقاس عندي غادي ندير ليها ملوين اخضر او لا انكهاد الفستق صافي وتهيا غادي نحركهم مزيان حتى تينسجمو لي العناصر ديال المزيان ضروري من التحرك باش ديكالنكهاد تدخل لكم في الفواكه ديالكم ومن بعد ما تي يبردو مزيان قررت يزيدو تيتعلقو تيبدو يتلاسقو مع بعض ضياتهم ذاك القليكوز عفوا تيخليهم انهم يتمسقوا مع بعض ضياتهم مزيان صافي كنتم مشيو على هذه الشكلات تتينسجمو لنا العناصر ديولنا كاملين ننسوما ضروري تحركو مزيان صافي وانتوما كما تتلاحظو الشكل النهائي ديالهم نتمنى اينا للاعجاب ديالكم وانتمنى انكم تجربوهم وترضو علي في التعاليق اغانا سنة التعاليق ديالكم وانتمنى الفيديو دياليوم الى الاعجاب ديالكم وما تنسوش تقابونوا عندي في القناة وتبرتجوا الفيديو مع الاصديقاء والاحباب ديالكم باش تعمل فائدة للجميع وبسلام عليكم نتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة